ومن حروفها البريكس هي وغدة حرف من كل الخمس دول المؤسسين البي برازيل والروسية والصين والهند وجنوب أفريقيا هو تجمع اقتصادي الهدف منه باختصار شديد وفلسفة البريكس قائمة على خلق نظام سنائي أو قطبية سنائية فيما يقص التعامل نتيجة هيمنة الدولار وخلق ملاز آمن للدول الناشئة والمتوسطة والدول التي تتعرض بعض العقوبات الليبرالية نتيجة تغول النيو لبرالية على النظام الغربي وفي نفس الوقت المخطط ليه كان القاتل هتلاحظ أنه أكبر تعداد سكان في الخمس دول سواء برازيل في جنوب أمريكا الجنوبية أو الصين أو الهند فبيمثل 40% وداخل بحوالي 25% من الناتج العالمي وهو داخل ينافس السبع الكبار فأنا بيقى عندي منظمة جيو اقتصادية من الجيو السياسية اقتصادية بداية السبع الكبار والبركس الهدف هو ما متعارف عليه من 1944 من أول موعدة بريتن وودز وبداية الدهب والدولار والدولار تسايد 80 دولة في العالم في احتياطتها وبالتالي أصبح الصين بعد ما وصلت لهذه المرحلة من القوى الاقتصادية بتبدأ دلوقتي تهدد عرش الدولار ولكن أكتر دولة يهمها الدولار يبقى مرتفع هي الصين اللي ده بيساهم أكتر في تجارتها حول العالم وهي الاحتياطة بتاعها 3.5 تريليون هو شيء طبيعي انت بتتكلم المهاردة بعد مرور أكتر من 13 سنة على بداية البريكس وبالتالي لما تيجي تقيس انت بتخلق عالم سنائي وخلي بالساعتك انه حتى بعض الحروب بعد سقوط الاتحاد السوفيدي سوفا روسيا فهذا التجمع وتداعيات الامر اللي بنشوفها حاليا هو الهدف الرئيسي فيه هي القارة الافريقية ودخلت الصين القارة الافريقية باستثمارات من 10 سنين بحوالي 10 مليار النهاردة 500 مليار دولار بنك الدولي محدد حجم الاستثمارات في القارة الافريقية من أكتر من 6 سنين قال انه 2025 حجم الاستثمارات في قارة افريقيا 3.4 من 10 تريليون دولار والان الصراع على افريقيا لانها اكبر سوق مليار و300 نسمة واكبر مزل اليورانيوم والبترول يعني من ناحية سوق العناصر او الخليمات الاولية والتجمع ده اصلا اللي بدأ بقعدته الصين والسهم بتاعه روسيا ثم بقية المجموعات ثم البلس الاضافة الجديدة فهذا الامر بياخد وقت عشان هذا النظام يبنى لانه متعدد الاطراف كمان بما انه هو بيستهدف انه يعمل بيأسس منظماته صندوق البركس اللي هو بيقابل صندوق النقد الدولي بيعمل بنك شنغايل بقابل البنك الدولي وفي مرحلة انه يحاول يوحد العملة دي مثلا هتاخد وقت طويل لكن هو عمل نظام للمبادلات والصفقات المتكفأة بحيث يبقى التبادل والتجاري بين دول الاعضاء بعملاتها المحلية اذا قدامه وقت انه يبدأ يبقى مؤثر وهو بالفعل بدأ يبقى مؤسد لكن عشان تصل لهذا لسه فيه هجمة مضادة من النظام الغربي اللي انت النهاردة بتشوفه في بعض الانقلابات لازحة فرنسا من افريقيا زي نيجر وهكذا وبالتالي احنا في بدايات الامر لسه كثير من الدول المرتبطة كمان بالبركس لها تعاملات مع امريكا ومع النظام الغربي هتاخد وقت في ظل كمان الصراع الاوكرانيا وروسيا وانعكساته على دول اوروبا والتضخم وحاجات كتير جدا يعني كل هذا الامر لسه في بدايته لكن ها كتجمع لا هو بيشق طريقه بعقلية صينية احنا بنقولها في الاقتصاد الصينيين عندما يفكرون يفكرون بطريقة السحلفة وعندما ينفذون ينفذون بسرعة الصاروخ حتى انت لما تيجي تشوف الاول البريكس بداية فاخد من طبعا خلاص الصين وروسيا واخد الهند واخد من كان عرض علينا في الفين وخمسة دخول البريكس البريكس الصين هي اللي بتحدد الدول اللي عايزها مش العكس والتارجد بتاع الصين بوضوح شديد هو ماشي على دولة ركيزة في قارة فلما خد البرازيل وكانت لسه البرازيل ما عادي سلفة بتنتشي بعد ما كانت في التمانينات مفلسة لما عمل البريكس بلاس خد الارجنتين اللي هي مفلسة عشان بعد ما يحصل تنامي وخروج الارجنتين من الحالة اللي هي فيها بدل نموذج لبيت الدول ما هو لسه بي مش نتطور رجعنا النهاردة احنا لظرف ما تم دعوتنا احنا كنا ضيف شرف البريكس بفاقي والبريكس ده يعني بالنسبة لمصر اذا يعني حياتك هنبقى نشرحه بالتفصيل واخد مصر واخد ايران والامارات والسعودية قادي الخمس دول طبعا معروف السعودية متاخدة ليه والامارات متاخدة ليه دي مسألة فيها جزء جيو اقتصادي وجيو السياسي لان اقترامة حطيت ايران لازم تحط الاثنين دول قدامها لان ده البلانس والتواسل فالنهاردة لما بتيجي تستهدف بتستهدف دول بتعمق يعني دخول السعودية الواحدة بيرفع صندوق البريكس هي والامارات للضعف هذا حالك ازاي وبالتالي مرزمة بتبدأ بتتحرك بشكل في ظل عالم مضطرب انها تخلق قضية ثنائية للنظام الغربي اللي عجوز او اللي لكن مش بيسلم قصة لسه لها تدعيات كتير وبالتالي هي مؤسسة انا شخصيا ومن 2015 هقول لي الكلام ده البريكس هدف الرئيس فيها الاقتصادي يجر فيها السياسة يعني بنقول اقتصادي السياسة وجيل لعملة واحد في البريكس الاقتصادي يقود السياسة والصين رايحة للسياسة بسم خلال الاقتصاد احنا بنقول ايه؟ هذا الكيان قائم على ملكية الاسواق التجارة العالمية كل اللي هتحكم في التجارة العالمية هيبقى ده الابرهند والاقوى طيب هي النهاردة في الاحتياط بتاعها اللي فيه 3.5 تريليون دولار ونقول لحداتك هي الدولة حتى احنا انا بنكلم على التعوين بنقول تقفيد العملة بيسمح بالصادرات فهي الدولة الوحيدة اللي بتخفض عملتها الايوان عشان توسع نسبة انتشار الصادرات الصادرات تمكنت من الاسواق الاوروبية ده الغازو بقى وتمكنت من الاسواق الامريكية وبالتالي ده اللي نسبة كليش في الدول المتوسطة ولا الناشعة ولا النمية وبتساعد الدول النمية غير النظام الليبرالي الغربي بتاع صندوق النق ده بيديك قروض تمام وبيخليك لسوق استهلاكي لا ده كمان بيديك قروض بفايدة قال وبيخليك سوق انتاجي لو عندك المواد الخام تمام وبالتالي مساحاته اسرع في النمو الى ان يصل لمرحلة يمتلك جزء كبير جدا وعشان كده ما بنقول بيهدد عرش الدولار ناشي بخطة محسوبة اولا البريكس بتاخد كل دول احنا كمصر واحنا رايحين صندوق النقر الدولي بداية كان يجب ويفترض ان تكون عندنا روجيتة مصرية بالملكات والامكانيات اللي بنملكها عشان نقدر سواء في الجزء الاولاني اللي تم في تلاتة نوفمبر الفين ستاشر او في الحال احنا للأسف الشديد لم نذهب لصندوق النقر ونملك فيه روجيتة للملكات المصرية ونفس القصة قد نستفيد من البريكس وقد لا نستفيد من البريكس اذا رحنا بدون وجود روجيتة مصرية اشتركوا في القناة